السلام عليكم ورحبا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا بصحة وعافية انتم اكد شاهدوا هاد الفيديو اليوم سوف نرى الكوكوت عندي كما شاهدتم كرفصة مزيان تقريبا شهرين ما حكيتها شو تكرفص عليها مزيان يعني غير لحساب تصوير باش نوريكم يعني وصلت الاقصى درجة دي التوسخ كان كرفص عليها عندي قديمة 15 عام كرفص عليها كرفص عليها كرفص عليها باش نستعملها كناموذج يعني الى كانت عندكم شي كوكوت قديمة بزاف ومكرفصة بزاف هاد الوصفارها فعالة هادي تقريبا واحد العامل وانا كنستعملها وكل مرة كنشاركها معاكم يعني ما كدبش عليكم كنت شفتها هنا في اليوتيوب وصفة زوينة بزاف كتخلي المعنى يعني ما كتضربش في اليوم تمارا كتدهني هاد الخلطة هادي في المعنى الالومينيوم واحتى الاينوكس كتقلسي ساعة ونص وتولي تحكي بسهولة كأنهم جداد 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 صدقوني اختي فقط الصابون البلدي كما اشتوا الصابون البلدي العادي هذا ديال الخنيشات اللي استعملت انا او الا العادي ديال اللي كناخدوه بالعبار 10 ريال درهم مهمة من درهم ديال الصابون البلدي وكتاخدوه نص خنيشة ديال باكين باودر او للخميرات الحلويات ومعالقة كبيرة ديال الخميرات الخبز اما ديال الغبرة و للخميرات الطريية بحال درت انا يا دابا ما متوفرش عندي ديال الحب صفي وكتخلطو هاد خالط هاد راه كيبقى يتفاعل بوحديتو يعني بالفعل ديال داك البكاغونات دا سود كيبقى بفعلي يعني ديال الخميرات الحلويات كيبقى يتفاعل غيبوحدو فالهاد شكلو كتدهنوه على الكوكوت ديالكم او الماعون اللي كان عندكم يعني مكرفص بزاف كتدهنوه وكتخليوه بحال القومهج يعني بحال القومهج اللي كتديروه لجسم او للوجه ساعة ونصف ساعة ونصف كتخليوه هاك داك يعني يشد فاديك الماعن هاديك لمدة ساعة ونصف وكتولي وتحكوه بسهولة غي تدويزة خفيفة ما تضربو تمارا ما تستعملو الكف ديالكم ما تشي حاجة وفعلا النتيجة هائلة قاو معايا لأخر الفيديو باش تشوفو النتيجة فعلا غزالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة